اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم الموسم السادس على قناة الصحة والجمال انا حلقة النهاردة من يعتبر من اهم الحلقات في برنامج حكاوي اليوم معنا نخبة متميزة من رواد الاعمال في كافة الصناعات في البداية حنتكلم عن صناعة اللاندسكيب ويعني ايه لاندسكيب وبعد كده حنتكلم في سكوك الاضحية وعن شركات الالاموتال وصناعة الالاموتال في البداية خليني ارحل بديف الكريم المهندس ابو العز عبد الرسول رئيس شركة جرين هارت لاندسكيب بساعة خير يا شمهندس بساعة نور اهلا بيك استاذ أده شمهندس خليني في البداية اعرف من حضرتك فكرة اللاندسكيب ابتدت معاك ازاي مؤسسة جرين هارت وازاي واصلت ان انت تبقى عندك صرحة عظيم زي ده الله يخليك بداية انا يعني من قبل ما اخش الجامعة وانا حابب اللاندسكيب وحابب الزرع والاناتات والظهور وحامو كان عامل الروف او السطح عندنا زرع وقعدة وكنت باهتم انا اخبر عندك نيول الموضوع ده من زمان من قبل ما ما خش الجامعة تمام بعد ما طلعت ما تخركت وكده واشتغلت في اكتر من مجال حاسيت لأ ان انا برضو عايز عايز لاندسكيب ده الكرير بتاع مجال عمل اه فكلمت مديري ساعتها كان دكتور جامعة حلوان ورشحني لشركة لاندسكيب عدت فيها 13 سنة بداية من مهندس موقع اه بنزل مواقع وبعد كده مع الوقت حصل مع الوقت بقيت مدير مكتب فاني ودير مشروعات ومسؤول عن المشروعات والمواقع استقلت بس في امت خدت قرار المسترقلالية ده كان في 2013 كان حاسيت ان لا خلاص كده محتاج يكون لك حاجة مستقلة الزفت كده يعني وظروف العمل القديم فاستخرت ربنا ومتوكلت الله وقلت اه هي كفاة كده ومع نهاية الشغل ده ابتدى بقى شغل الخاص من اول يوم يعني من اول يوم سبت الشغل لقيت حد بيكلمني قلت له انا سبت الشركة لا تعالي لي واحد في اتنين في تلاتة اه والحمد لله يعني ابتدت بداية كاية قوية سعنيتني ان انا استمر اه ده دليل دليل انت تستمر بقى خلاص طب شو انت سبت القيز خليني برضو احنا فيه كلام قلنا البعض قبل التصوير كان مهم جدا عايز كل المشاهدين يفهموه صناعة اللاندسكيب في مصر صناعة لسه ما اخدتش الطابع المعروف عند كتير من الناس المجاريتي الاغلبية للمجتمع المصري صناعة اللاندسكيب بالنسبة له هي عبارة عن مسطحات خضرة فقط عايز بقى افهم من حضرتك الجانب العملي للموضوع يعني ايه صناعة اللاندسكيب وبتنقسم كمان معنى لايه كان فعلا قبل عشرين سنة من دلوقتي كان معروف ان اللاندسكيب هو الزر ونبتات مسطحات الخضرة مشاتل ونبتات ومسطحات حتى فيه تطور في المسطحات ان احنا كنا بيزرع والنجيلة بالبزرع دلوقتي بيجي الرولات بتتزرع ممكن تزرع مساحة زي ما انت عايز بالالف متر في يوم وتبقى ان هي بقى لها فتر مع العمران والكونباونس اللي حصلت والشركات اللي عملت بقى يهتموا باللاندسكيب زي اهتمامهم بالانتيريور يعني بالتشريب الوحدة من جوه وفرش وكلام ده لا يقل عن الاندسكيب بره كان الاول مهمة لحيطة الاهتمامي لك ده زرع شوية زرع حطهم لا دلوقتي بقى فيه مصممين لاندسكيب على دراية وعلى خبرة عالية جدا وعلى زوء لان هي الموضوع كله فن يعني فن لاندسكيب ما نقولش ده مجال عادي لا ده حتة لازم يكون عنده حس فني انه هو يارف يوظف الشجرة دي فين والزرع دي فين يبا كانوا بيرسم لوحة بالضبط لا ده انا بقول لحيك لازم يكون فنان لان في الاخر يا بتطلع لوحة انت بتستمتع بيها يعني ما عادش يدون قطع كلامك افهم منك ان انا دلوقتي لو عامل في شركة جرين هارت ان انا حيكون عندي صورة تخيلية عن شكل المكان عندي حيكون ازاي ده اللي بيحصل اه بنعمله ديزاين لاندسكيب ببرامج بينزل فيها الشجرة بشكلها بلونها مكان كل حال طولها وبعمل فيديو بقى دخلها للفيلا والجمينة ويبص عليها بالاضاءة وبالنفورة وبالشلال وبحمام السباحة كل ده طيب حضرتك بذكرتلي ان في عندنا في اللاندسكيب حاجة اسمها سوفت لاندسكيب وهارد لاندسكيب وده بنسبة 99% من المشاهدين وانا على وجه الخصوص ما كنت اجهله عايز اعرف الهارد لاندسكيب ايه هو وازاي نقدر نقول ان هو بقى حاجة اساسية في صناعة اللاندسكيب ما هي اللوحة بتكتابل بالاثنين مع في نسبة وتناسب انا عايز مساحة خضرة يعني السوفت سكيب هو النباتات والنجيلة والمسطحات الخضرة وكل ما يخص النبات السوفت سكيب انا عايز عناصر تانية عايز حمام سباح عايز يعني هي بتبقى حسب طلب العميل يعني بنشوف طلبات العميل في حد يرفض حمام السباح حد يرفض نفورة حد يرفض الشلال لكن في مشايات في برجولة في خشب حوالين حمام السباحة اكسسوري للموضوع دي عناصر لاندسكيب ما هو الدزاينر بيحط الكلام ده وبيعرضه على العميل لأ انا عايز اشيل ده واش عايز ده وعايز ده وزود لي كمان عناصر لازم يبقى الدزاينر غني بأفكاره بحلوله بحيث ما عملش حاجة تقليدية وما يكررهاش ما عملش حالك فيلا وعملها لصاحبك وعملها لجارك شون تبقى كل واحد له بصمته الخاصة ما هي دي لازم لازم يبقى الدزاينر نفسه المكان بيحكم وينوع الاتنين اجمل من بعض ما فيش حاجة تتميز عن الاتنين جميع بس متنوعين في العناصر بتاعتهم لان مش كل فيلا او كل جنينة او حديقة نفس المساحة ونفس الظروف ونفس الحاجات في حاجة بتبقى شمس عليها على طول وحاجة بتبقى إبلي وحاجة بتبقى بحري لازم بنراعي الحاجات دي امت المكان ده احط حمام سباحة احط شلال احط تجليد احط فيه شلالات على الأسوار فيه عشان في الآخر بنوصل للصورة متكاملة نسبت بقى السوفت للهارد تتناسب بالفكر فيه واحد يقولك انا مش عايز نجيل انا احط نجيل اصناعي بلاستيك مش عايز زرع وفيه ناس تحب الخضار والنباتات والظهور والشجر ومش عايز يكون كل واحد له بصمته الخاصة هو ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه طب شوانس خليني استغلك بقى شوية فضل جرين هارد صارح بقاله عشرين سنة موجود في خبرات عندك عن الاندسكيب او صناعة الاندسكيب خليني استخدمك انك تقدم ورقة لكل المستثمرين وللشباب اللي بتفرجوا علينا اللي عايزين يبتدوا المشروع لك فيه ناس كتير بتبقى عايزة تبتديهم وخايفة من الفشل الصعوبات مش عايزة تواجهها بشكل جميل خليني اعرف منك ايه الصعوبات اللي ممكن تواجههم وازاي تغلبوا عليها عشان ينجحوا نقدر نقوم من تاني مرة على قال والله هي اول حاجة الخبرة يعني البداية اصلا ممكن اشتغل زي ما انا عملت ما فيش تمويل وابداية بادي من السفر بقيت اشتغل بالداوم بايمنت بس لازم يكون عندك خبرة عشان لو فشلت كله ده بيرجع اه للعميل والعميل بيبقى بتكفي الباك سيء فانا لازم اقنع العميل اللي قدامي وعمله حاجة وراضيه لرضا العميل ده بتبقى بند من بنود إدارة المشروعات ان انا لازم اطلع من عند حاجة كنت راضي رضا كامل لدرجة الابهار يعني مش رضا بس يعني لأ لأ حاجة تحفى ويصورها ويديها الاصدقاء وجرانه فانا اوكي الخبرة حتة ان انا مثلا انسحب من مشروع ده بيدي فيدباك وحش لا ان انا استمر مرة واثنين واصبر على الشغل لان مش كل الشغل ولازم عنده الحتة فنية في حتة بقى الصعوبات لو بيشتغل بخامة هي مش متاحة يعني النباتات معروف الزرع موجود في مصر بشكل كبير موجود في اي حتة الزرع لكن لو انا شغل رخام هنا بقى المشكلة المتريا لنفسها الاستراض لو انا شغل بمتريا الخشب الخشب طبعا استراض وما ارتفاع الدولار في 2016 عامل مشاكل في بعض المشاورية وبعض الناس كتير في كل حاجة الباب الخشب بقى الباب الخشب العادي الخشب احنا بنستورك كل عنه على الخشب طب خليني برضو اتكلم معك بما ان حضرتك ذكرت موضوع الاسعار في ناس كتير جدا بسبب صعوبة الاستراض في الوقت الحالي وبسبب موضوع الكوفيد ابتدى يبقى عندهم بلانس صعب بيعملوه ما بين الاسعار العميل بيبقى متعود على الاسعار ما قبل الكورونا بالزبط في الوقت الحالي ازاي قدار تتحقق النسبة الصعبة دي والمعادلة دي ان انا ادي للعميل نفس الكوليتي نفس الماتيريال اللي شركتي معروفة بيها وفي نفس الوقت السعر ما يبقاش مرتفع زي باقي الناس هو لازم فيه تنازلات يا سدادة يعني مع سوق العرض هو الطلب العرض يعني قللت هامش الربح مثلا اه هو ده اللي حصل لكن انا ما اقدرش باي حال من احوال ما اقدرش ألعب في الكوليتي ما كانش زي يعني الكوليتي العالي يبقى احسن منه لكن ألعب في الكوليتي على حساب العميل ما هو ده المشكلة والناس دلوقتي بتتكلم في سعر يعني يقولك ايه حتى على السوشيال على السوشيال وعلى الجروبات التشتبات والديكورات والكلام ده انا عايز اقل سعر واحسن جودة معادلة صعبة ما انفهاش تحقق ومع كتر العرض للمنتجات واللي تطلب عليها بنتيجة كورونا وان الناس فعلا احنا محس بالسوق لما تلاقي انتبهت لقيت صروف سلبية وصادة كتير 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 وعليك برضو سترس عليك تكاليف سابتة انتزامات السابتة انتزامات سابتة المصدع والإجارات والمكتب والإجارات طب انا عايز اسألك سؤال مهم جدا ليه ولكتير مسادة المشاهدين الناس دلوقتي بيتفرجوا على المنتجات لشركة جرين هارت اللاندسكيب او صناعة اللاندسكيب عمتا بتبقى علاقة بي تو سي بمعنى انها بكون من مؤسسة لعملاء مستقلين ازاي قدرت تحول الموضوع ان يبقى ليك علاقة مع مؤسسات زي حضرتك شركات كومبوندات نوادي ابتدت تخش في التجمعات السكنية الكسيفة عايز اعرف ازاي قدرت تعمل ده وفي نفس الوقت البلان اللي حضرتك بتقدمها كخطوات سابتة للعميل بيكون ازاي وبتاخد تايم لاين من انا قدية الشق الشق بتاع العميل او ايا كان عميل ده كومبوند او الونرس نفسه المالك او شركات او شركات مأولات او شركات لاندسكيب انا بتعامل برضو مع شركات لاندسكيب في جزء الخشب طبعا بنعمل كوتيشانو بنعمل مؤيسة وكل الكلام ده بنحط طبعا مدة التنفيذ بالتنسيق مع الونر ايا كان بحيث ان انا ما اتأخرش عليه وفي البداية بيبقى اول لقاء مع الناس دي شوية فيه ما فيوش ثقة يعني فقط انا ما اعرفش الشركة دي لكن مع تكرار الشغل خلاص بقى الموضوع عادي لدرجة ان عايزين حد يجي الشركة نقعد مع المكتب الفني اقعد مع المكتب الفني اصحح مفاهم اه اصحح ديزاينز معينش مع احترامي المقاسات والمزاد القياسية طب الافردش طايم للتسليم بيكونها دي حسب كل مشروع لو بنتكلم في الوحدة بنتكلم في وحدة او حاجة يعني لو لانسكيب زراعة بس كده الموضوع ما ياخدش اسبوع عشر تيام اسبوع عشر تيام شبكة وزراعة لكن هنخش بقى في حمامات سباحة في الخشب في برجولات كل حاجة ليها طايم وبيتحدد وبيبقى كوردينيشن مع الوحدة يعني يعني انا لازم اركب انا على فكرة الانسكيب هو اخر حاجة دي مفيدة ليه جدا ان انا اخر واحدة اخش زي ما هاك تفرش سيك جادة في الشقة تبقى اخر حاجة اتحط فانا الانسكيب اخر حاجة اتحط بيكون الفاينل ستيب فاينل محدش يخش بعدي يعني ما فقش اعمل الانسكيب واحد يقول انا هافور اعمل حمام سباحة لا انا هاعمل هنا نفور لا انا اخر حاجة طب شونس ابو العز انا دايما المشاهدين لبرنامج حكاوي اليوم متعودين اللي احنا بنقدم لهم عرض تسويق وبيكون حصري المشاهدين خليني اعرف منك عشان تكون مفاجأة ليهم شركة جرين هارت بتقدم عرض ايه لكل مشاهدين البرنامج احنا ان شاء الله في عرض الصيف ده تمام لقناتك والصحة والجمال والحضراتك والعملاء حضرتك والمشاهدين احنا عمينا خاصة 15% على اي منتج سواء ارضيات برجولات لانسكيب او دور في النتشر يعني اه يعني في كل البرودكس الحضرتك بتقدمهم الخدمات هيكون فيهم 15% شانسة والعز انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك الله يكرم في نهاية اللقاء عايز بس اعرف نقطة مهمة جدا قول الصعوبات اللي وجهتك قبل كده كانت ايه وازاي نقدر ان احنا نقدي عليها الصعوبات اللي بتقابل اي مصنع انا مش مستثمر يعني فيه ناس بتستعين بمستثمرين وممكن مستثمرين دول ما يكونوش مصريين او مصريين مستثمرين فهو بيرمي يعني عنده رأس همال المشروع لا انا بدأت بنزيره يعني بدليلنا شغال دون بيمين تمام فحتة التمويل مهمة في الوقت اللي احنا محتاجين التمويل لانه فيه قطاعات كتير او بطوقة وذات الصناعة يعني احنا كبلد يعني كمصر معروفة بالصناعة وزراعة فاحنا بنكلم في الصناعة احنا خايفين ان القطاع ده يقع صناعة الاساس صناعة اي حاجة ما تطلب تسهيلات في ايه بالضبط؟ في الاستيراد، توفير ماتيريال؟ الاستيراد طبعا تسهيلات في الاستيراد ومثلا في رسوم معينة بحيث ان ما يجليش الخامة الخامة اللي لسه انا هتدي اصنع عليها واجري عليها عمليات واتكلفني ما تجليش غالية ما تجليش غالية ومتواجدة يعني يبقى في وفرة وسعر مناسب بالضبط حيث تبقى التمويل لو حد بيبتدي يبقى تسهيلات انه يعمل مصنع وانه ينتظروا عليه او يبقى في تسهيلات انه هو يوقف على رجليه ويحقق وموضوع التاني التسويق يعني مش شرط ليه؟ يعني انا انا عامل صفحات على السوشيال ميديا وبعمل تسويق ويجي لي لكن في ناس عايزة الحركة تشتغل المصنع يشتغل عشان عشان نقدر نوصل انا هنتي هوادي فين؟ صح شو انسى ابو العز انا كنت سعيد جدا باللقاء الله يكلمك اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل معايا فكرة مهمة جدا عن صناعة الامتال في مصر اشتركوا في القناة